تدهور أمني قابله مشهد سياسي ضببي الأزمة في إثيوبيا تتعقد عسكريا تتقدم قوات جبهة تحرير شعب تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا وتشتبك مع القوات الحكومية في عدة جبهات فيما أعلن المتحدث باسم الجبهة في وقت سابق انسحاب قوات تابعة لها من مدن كانت تسيطر عليها في قليم أمهارة لأسباب استراتيجية وهذا الأقليم يعد ممرا هاما لقوات تيجراي في سعيها للوصول للعاصمة وأرض قتال أخرى مع أطراف تخشى من وصول الجبهة للسلطة مجددا ووسط تقدم الجبهة إلا أن القوات الحكومية تؤكد سيطرتها على الأوضاع واقترابها من حسم المعركة سياسيا أعلنت جبهة تحرير شعبي تيجراي وجيش تحرير أورومو وسبع قوة أخرى عن تشكيل تحالف باسم الجبهة المتحدة الجديدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد احتدام المشهد على الأرض في إثيوبيا دفع المجتمع الدولي لحض الأطراف الإثيوبية على وقف التصعيد فمن جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كافة الأطراف إلى ألقاء السلاح والعودة إلى الحوار وتوجه بالتحديد بالطلب بشكل مباشر من قوات جبهة تحرير شعبي تيجراي التوقف فورا عن الزحف صوب العاصمة التي شهدت محادثات وساطة تصب في ذات المطالب أجراها المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان خلال زيارة له مع مسؤولين إثيوبيين ومؤسسات حكومية معنية بالشأن الإثيوبي رغم رفض حكومة أبي أحمد مبادرات فيلتمان